اشتركوا في القناة سواء في حياتهم الشخصية او عبر العالم الافتراضي ومن تلك الشخصيات التي تصير جدلا دائما هو نجم المهرجانات الشعبية حامو بيكا الذي يقضن في احدى فيلا المارينة بالساحل الشمالي منذ ازمة تفاشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقام باستغلال الفيلا هو واصدقائه في عمل استوديو خاص لينطلق عبر تطبيق التيك توك ومعه بعض نجوم التيك توك من جانبه اشترك الوزير محمد ناصر علام وزير الرأي السابق خلال قضائه عطلته الصيفية بالقرب من فيلا بيكا وهي ليست الشكوى الاولى حيث تقررت الشكاوى مما يفعله بيكا وشلته وكتب وزير الرأي السابق محمد ناصر علام عبر صفحته على الفيسبوك قائلا المدعو حامو بيكا وشلته من رجال وحريب مع جارين احدى فلات مارينة اربعة البنها ملها ليلي رأسه ديسكو وكمان تعاطي مخدرات يبدأ من صلاة الفجر وينام بعد صلاة الضحى الفن الشرعي الجديد اين شرطة الاداب حسب تعبيره وكان حامو بيكا قد تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد زفافه على فتاة تدعى زوزو حيث اقيمت الزفة داخل سيارة من ماركة رانجروفر مزينة بالورود مدونا عليها باللغة الانجليزية بيكا وتسبب ظهور هذه السيارة باهزة السمن في حدوث حالة من الجدل بين عدد من نشطاء السوشيال ميديا اذ لم تكن هذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها بيكا جدلا واسعا بسبب سيارته ففي فبراير الماضي تصدر مطرب المهرجانات المشد وذلك عقب ظهوره بجوار سيارته الجديدة ذات اللون البرتقالي ماركة اودي بصحبات مطرب المهرجانات عمر كمال فضلا عن فيديوهات المسيرة للجدل الذي اعتبرها البعض انها استغلالها لعقول الشباب وكوميديا من اجل قلب المال ترجمة نانسي قنقر